بعد مضي سنة على التطبيع العربي مع سوريا وإعادة مقعدها في جامعة الدول العربية دون أن تشهد الأزمة السورية أي انفراج ملموسة تتوالى التقارير الصحفية التي تتحدث عن فشل خطوة التطبيع العربي مع دمشق وتدعيات ذلك على الأزمة المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً مجلد فورين بوليسي الأمريكية اعتبرت في تقرير لها أن خطوة التطبيع مع الحكومة السورية تسببت بنتائج عكسية على الأوضاع سواء داخل سوريا أو في المنطقة بشكل عام مشيرة يأنه منذ مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية التي جرت في السعودية العام الماضي تفاقمت كل جوانب الأزمة السورية وبحسب التقرير فأن المبادر التي أدت إلى عودة سوريا للحضن العربي تضمنت خمسة ملفات أساسية يتعين إنجازها وهي زيادة وتوسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية في سوريا وتحيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين على نطاق واسع وإنها إنتاج وتصدير المخدرات من سوريا واستأنها في عمل اللجنة الدستورية وتوصل لحل سياسي وفق قرارات الأمم المتحدة لكن أي من هذه الملفات لم تشهد تقدما ملموسا التقرير كدى أن لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بمواصلة الحوار مع الحكومة السورية اجتمعت أدة مرات لكن العمل على تلك الملفات الخمسة لم يبدأ على الإطلاق ووفقا لتقرير بورين بوليسي فأن العملية السياسية لم تحرز أي تقدم بل على العكس فأن اللجنة الدستورية أصبحت الآن ميتة فعليا أما موضوع المساعدات فقد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي وفي الوقت نفسه لا يزال اللاجئون السوريون يرفضون العودة إلى البلاد في ظل حكم بشار الأسد فيما تستمر تجارة المخدرات على قدم وساق حيث يتم تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من حبوب الكيبتاجون المخدرة عبر المنطقة